وسط هذه البيوت القديمة والمتخالكة ثمت معاناة تتسع كأنها الحرب الجدران ليست وحدها من لا تقوى على مقاومة هذا السقوط الوشيك لكنه الإنسان حين تحاصل الظروف وتكاليف الواقع يفقد كل احتمالات النجاح يقول أسامة الإبن الأكبر في الأسرة النازحة المكونة من عشرة أبناء وتحت هذه الأسقف المتصدعة لم يتسنى له وعروسه الجديد التقاط لحظة فرح هي كل ما لديهم في يومية النزوح القاسية في هذا البيت الخربان وأنا في وقت عروسي جيت أتعرست وكذا والحمد لله لكن ما حصلت على البيت الذي يعويني أنا وزوجتي ولذلك قمنا جاسين في هذا البيت الخربان ونحن ننظر إليه كل يوم وكل ساعة وكل وقت أي حين يسقط علينا مئات الأسر النازحة فرت من تعصفات ميليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها وإلى هنا في محافظة الجوف ومناطق سيطرة الشرعية تحديدا كان لك أن تصل لتواجه هذا المصير المأزوم بتحديات المعيشة وتكاليفها الباهضة علاوة عن جشع المؤجرين ومغالاتهم بأسعار الأجور ما دفع هذه الأسر الهاربة من الميليشيا للسكن في البيت المهجورة والآيلة للسقوط في الوقت الذي غاب فيه قانون الأجور اليمني ومعه دور السلطات المحلية للحد من استغلال النازحين ولسوء مثلا المعيشة لم نستطع أن نسكن في البيوت الراغية التي مثلا إيجارها من 70 إلى 80 ألف لم نستطع ذلك فسكننا في هذا البيت المخرب قصص كثيرة لنازحين حاصرتهم الظروف وتكالبت عليهم احتياجاتها فلم يتمكنوا من توفير مأوى مناسب لصغارهم أو حتى يقيهم البرد والجفاف إضافة إلى افتقار هذه الأسر لمصادر الرزق وعيزها عن مواجهة نهارات النزوح نطالب من الأخوة المواطنين وأصحاب الخير السعي والمواطنين أن من لديها جار أمن يكون يخفف الليجارات ويساعد الناس ويساعد المواطنين ونتساعد بيننا بين نطراحهم بيننا بين هكذا يبدو مصير النزوح أكثر وجعا وأمام هذا التشضي الكبير وانحسار الوضع الإنساني في هذه المناطق تبقى معاناة النازحين وأوضاعهم الصعبة شائكة وبانتظار الحلول فهل تبادر الجهات المعنية وتلتفت منظمات العون والجهد الإنساني لهذه المعاناة أم أنها ستغيب أيضا علي الجلادي قناة بلقيس الجو